اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة بالبرنامج اميجريشن توداي وطبعا زي ما كلكم بتابعوني على الفيسبوك وعلى الاميجريشن لو سنتر بي سي البيتش بتاعت المكتب النهاردة احنا على الهوى اللي عنده اسئلة يتصل بنا وان شاء الله نقدر نرد على الاسئلاتكم تسمحوا لي بس قبل ما نرد على الاسئلة على الهوى هخش في موضوع اهم جدا بالنسبة لي وهم جدا للناس كتيرة عايشة معانا في امريكا لازم يعرفوا ويفهموا الوضع ايه بالزبط للجرين كارت خلينا نشوف يعني نقولها بطريقة مبسطة او بطريقة يعني كل حد حيسمعني يقدر يفهمها النهاردة لو انت كنت عايش في دولة اجنبية وقدمت انك تاخد الجرين كارت في امريكا عن طريق سواء زواج سواء انت جيت عن طريق الـ IOM refugee ايا كان الطريق اللي انت دخلت به امريكا بيدولك دايما الجرين كارت خمس سنين ايه هو الجرين كارت وليه بيدوه خمس سنين الجرين كارت هو انك انت ليك الحق للاقامة وانك تعيش في امريكا لمدة معينة اقامة دائمة يعني بعد ما كنت بتيجي على زيارة يديلك ستة شهر يديلك تلتة شهر يديلك سنة زي ما بيديلك انت النهاردة بتحول الاقامة بتاعتك في امريكا لإقامة دائمة بشرط ان هو يعمل معك اتفاق خلي بالك لازم جميع المستمعين او المشاهدين يفرقوا جامد جدا بابين حاجتين بابين الحكومة الفيدرالية وبين الحكومة الولاية اللي انت عايش فيها الحكومة الفيدرالية ده الحكومة الكبيرة اللي بتوقف على باب امريكا وبتتحكم مين يخش ومين ما يخشش دي انا طبعا ببسط القصة دي بتجيبك تقولك انت عايز تاخد الجرين كارت ماشي انا هتفق معاك اتفاق وخلي بالكم ان انا بقولوا ان انت هتعيش في امريكا خمس سنين الاول كاقامة دائمة لو خلال الخمس سنين دي ما خالفتش اي قوانين من قوانين الولاية او قوانين الفيدرالية ساعتها انا هديلك الجنسية لو انت خلال الخمس سنين دول بيانت انك انت افجود مورال كاركتر يعني انت الشخص على خلق كريم انا هديك الجنسية وانا هخليك احد المواطنين اللي انا عاوزهم يعيشوا معانا او يعودوا معانا لو انت خلفت هذا الكلام انت حيتم ترحيلك من البلد ايه الفرق وايه النقط اللي احنا اخده من هنا اول حاجة ده بيبقى زي اتفاق ضمي مش مكتوب بس بس هو ليه ما بيدكش الجنسية على طول يعني ليه مش اول ما بتخش كده صباحا الخير بدل ما يديك ختم على الباسبور الجرين كارت وبعتوا لك لا يبعت لك الشات الجنسية على البيت ليه الفيلم اللي هم عمليه ده عشان يتوسموا فيك والشروط ان هم يمنحوا لك الجنسية انك تكون مواطن صالح على خلق كريم وبالتالي الاتفاق ده بيتم من اولها وبيقول لك عيش في الولاية اللي انت عاوز تعيش فيها وعليك انك تحترم قوانين الولاية اللي احنا بتعيش فيها قوانين فلوريدا غير قوانين ميشجن في جريمة في فلوريدا تبه جريمة مورور توبتودي يعني كريمة مخلة بالاداب العامة في ميشجن ممكن ما تكونش جريمة في كاريفونيا ما تكونش في اوهايو المهم بيقول لك ان انت اللي متخلفش القانون في ادرالي وما تخلفش قانون الولاية دهية وبعد خمس سنين تعالي تاني واقول لي عملت ايه واثبت لي انك انت جود مورور كاركتر وحدي لك الجنسية لو متجوز امريكية هقللك المودة عشان خطر يعني انت راجل تعتبر اكونت اسرة امريكية وهخليهم لك ثلاث سنين تخش انت زي ما بيحصل اول شهر شهرين سنة تعدي سنتين وتبص تلاقي نفسك خلفت قانون ولاية خلفت قانون ولاية تروح للمحامي للاسف ان المحامين بيتعاملوا معاك ان انت مواطن امريكي او بتروح الواحد ما عندوش فكرة على الاتفاق اللي تم قبل ما تخش وقبل ما يدو لك الجرين كارت في اتفاق ممضي شفاوية وبالتالي المحامي بياخد الورق بتاعك وقول لك والله يبص انا هقول لك حاجة العقوبة بتاعت الجريمة دي ممكن تبقى سنة ممكن تبقى ثلاثة شهر انا هعمل لك حركة جميلة جدا انت هتعترف بجريمتك واحنا هنتفق مع القاضي نعمل لك ستة شهر كده بروبيشن نحطك تحت المراقبة وبعد ستة شهر القاضية هتتعمل ديسميس بالكامل ديسميس يعني تتشطب او تتلغي كلام ده فوق الممتاز جميل جدا لأي واحد معاه الجنسية الامريكية ولكن اول ما انت بتروح لمحامي المحكمة اول ما بترفع ايدك قدام القاضي وتقول انا مزنب اول ما قلت انا مزنب وارتكبت الجريمة انت خلفت الاتفاق بتاع الفادرالجورمان خلفت اتفاقك مع الحكومة الفادرالية وخلفت قوانين الهجرة وهنا يطبق عليك مخالفتك لقوانين الهجرة موضوع ده لو قولكو كام عيلة تظلمت وكام شخص تظلم وتطرد وتبهدل وكام اسرة اتشتتت وتحطت في مواقف كتيرة عشان كده لازم انا بحكيه بالطريقة المبسطة دي عشان الناس مبتوقعش فاهمة قدام القاضي بتاع الولاية هو القاضي ما عملش معاك اتفاق وانت داخل والمحامي اللي معاك ما عملش معاك اتفاق ده عشان تاخد الجرين كارت ده الاتفاق والشرط عشان تاخد الجنسية ولو انت خلفت الشرط ده انا مش هستنى ما تروح تقدم عن جنسية انا ممكن لاجي ااخدك في اي وقت فبالتالي في جرائم اللي هي سنة فما فوق العقوبة بتاعتها او الفيلونيز او الاكريفيتد فيلوني دي بترحل من تلقاء نفسها يعني انت اول ما بترتكبها انت بتتسحب منك الجرين كارت وبتتحطها لاجراءات الترحيل وفي جرائم صغيرة كده زغانطوطة يعني لازم ترتكب منها اتنين زي مثلا الشوب ليفتنج انك تروح محل تاخد حاجة بس مش كل الشوب ليفتنج فيه ساعات لو الفلوس اعلى من الف دلار وده بيفرق من كل ولاية ارجوكم كل واحد يراجع لولاية اللي بيسمعني منها تفرق في السرقة مثلا عندنا في ميشكين 90 يوم لو المبلغ زاد عن الف دلار بتوصل لسنة هنا الوحدة ترحالك لو عملت واحدة بس من اي او متلات ترشه للصغيرة اقل من الف دلار دي ما بترحلش لازم اتنين منها عشان تترحل فبالتالي كل ولاية بتختلف في القوانين بتاعها وبتتخرف وشان كده يجي الناس قولي ده فلان ابن عمي في الولاية الفرانية عمل نفس الحكاية ومحتوش على الترحيل عشان القانون يختلف هنا اول ما بترتكب الجريمة دي بتبص تلاقي الباب يخبط انت واق خلصت البروبيشن ويحلف لي 100 يمين يقول يا استاذ محمد المحامي شطبها يا سيدي هو شطبها بس انت خلفت القانون اول ما قلت انا مزنب اول ما قلت انا مزنب هل انت ارتكبت جريمة دي قلت نعم وانت بتقر باعترافك بعمل جريمة انت اتحطيت انك انت خلفت قانون الهجرة فارجوكم دايما دايما احرصوا على اساس ان انتوا ما تعملوش اي اعتراف باي جريمة الا لما تستشيروا محامي الهجرة اللي بيحصل كالقاتي فيه جرائم بقى حنصنى فينا الجرائم خلي بالكم جرائم ملهاش دعوة بجسم البنى ادم وجرائم لها دخل بجسم البنى ادم بمعنى جرائم على الاموال وامتلاكات دي درجتها قليلة شوية لو انت دخلت في الجرائم على جسم البنى ادم زي كان عندي واحد عامل ان ارند رابري يعني راح سرق دخل البيت واخد فلوس بس ما كانش معه سجق معهش سلاح او مثلا جريمة تانية بتكون ملهاش دعوة بجسم البنى ادم لو ضرب مش اي ضرب ضرب البسيط يعني بوكس بونية بوسة حاجة بسيطة كده ده ما بترحلش ولكن لو استعملت السلاح ايا كان ان شاء الله ازازة ايا كان السلاح اللي انت بتستخدمه هنا بتعتبر فلينيوس اسولت والقاضي الهجرة بيبقى يعني شديد جدا معاك ليه؟ عشان انت اثبت له ان انت خطر على الامن الامريكي خطر على الكميونيتي خطر على الاجالية او الناس اللي في الشارع انت خطر عليهم انت راجل ارتكبت جريمة في اول خمس سنين دخلت فيهم امريكا ارتكبت جريمة بتضر بشخص او ببدن او بجسم شخص تاني وبالتالي انت خطر على المجتمع الامريكاني وبالتالي يرحلك لو انت دخلت على الممتلكات ومعندكش غير قضية واحدة خاصة بالممتلكات هنا القاضي لو انت بقى جاي من العراق لو انت جاي من سوريا ممكن يحكم بطردك ويوقف طرحيلك ولكن دايما الجرائم الخاصة بالجسد او الجسم بالادم تاني هنا بيبقى الوضع شديد جدا والقاضي عشان بصرح قاضي الهجرة بتبقى ايده يعني زي بقوله مربوطة يعني ما اقدرش انه هو ياخد قرار انه يقعدك حتى لو حاسس ان فيه ظلم حتى لو حاسس انك انت يعني زي كان عندي قضية واحد شاف ابوه بيتضرب يعني شاف ابوه الراجل بيرجع بالعربية قاصد انه يخبطه ام فتح شانطة رابية وسحب العصاية ولا يمسك الود فتح راسه كان حيموته هنا انا حسيت وانا مع الولد ان القاضي يعني حس انه هو يعني فيها دفاع من النفس ده لبكلم قاضي الهجرة للأسف محامي الجنايات ما قدرش انه هو يعملها دفاع عن النفس وبالتالي يتحول الولد للترحيل ولد عزيز عليا جدا والحمد لله قدرنا نحن نوقف طرحيله ونقعده في امريكا ولكن خسر الجرين كارت وحيفضل طول حمره من غير الجرين كارت فبالتالي ارجوكم كونوا حرسين جدا ان انتوا ما تقولوش يعني جلتي او مزنب على اي جريمة الا لما تكونوا متأكدين مية في المية انها مش هتخالف قانون من قوانين الهجرة او الاتفاق اللي تم زي ما احنا مبسطنها مهما المحامي حلفلك مهما المحامي قاللك هتتشال من على الريكورد يقول لي يا سيد محمد ده انا اشتغلت اشتغلت في شركتين اتشالت اتمحت بالنسبة لقانون الهجرة وبالنسبة للحكومة الفيدرالية هتفضل موجودة وما فيش حاجة اسمها اتشالت من على الريكورد عشان ما حدش يضحك عليكم اتشالت على الريكورد عشان تيجي تشتغل عندي في الشركة او تشتغل في محلي يكشف عليك كده يحط 20 دولار ويكشف يطلق له ما عندكش اي نوع من انواع الجرائم لكن اي ايقاف بيتم في الشارع بيفضل على الريكورد بتاعك مدى الحقيقة عشان هم يعرفوا ما وقفوك امتى وبالتالي الحكومة الفيدرالية بتشوفها بتشوفها نرجع هنا بقى لاهمية التقديم على الجنسية اهمية التقديم على الجنسية في اسرع وقت ممكن يعني ما تنامش انا شايفك عاخد الجرين كارد بقى لك 6 سنين وبتقولي السنة الجاية اصل الانجليزي بكرة الصبح ممكن تحصل جريمة ممكن تحصل حاجة تتهم بزور وتضطر انك تعمل اقرار بالازناء هنا انت بتلاقي نفسك دخلت في مشكلة ارجوكم لازم كل واحد قادر ان يقدم على الجنسية ان يقدم عليها فورا وما يتكسلش تاني حاجة الناس بتتنصح يقول لك احنا خلاص القاضي شالها يسألك في الابليكيشن هل تم يعني القبض عليك هل تم ايقافك هل تم كل يكن ديقولك لا انا خلاصش تم على الريكورد والقاضي قال لي دسمست لازم تقول حيشوفوها حيشوفوها بيشوفو زابط الشرطة لما بيوقفك عشان ديلك تيكت بتبان فما تحاولش تلعب مع يعني زي بيقولوا ايه مع الكبار عشان ساعتها انت اجزبتها الابليكيشن بتاعتك بتاعت الجنسية وممكن تتحلم خمس سين كمان او لو انت كانت عاركو بتاعك يحولك على الترحيل فورا اذا كان عندي واحد قدم على الجنسية بعد ما قدم على الجنسية حاولوه الترحيل فبدل ما انت رايح تاخد الجنسية بتروح تاخد قرار بترحيلك وتاردك بالبلد الموضوع المهم محتاج يعني تربهوا الاقاربكم واصحابكم ان يا جماعة اللي عنده criminal record او اللي عنده اي جريمة وهو green card لو سمحت ما يقولش انا مزنب الا بكون متأكد طبعا انا بشكر الناس اللي بيعملوا شير للفيديوهات بتاعتي بتفيد ناس كتير وبيجيلي ناس كتير بيطلبوا اسئلة ومنحاول ان احنا على الهوى ان احنا نرد عليها انا شايف ان احنا عندنا ندائين خلينا ناخدهم وعدين نشوف هنتكلم في موضوع اي تاني صباح النور صباح الخير مساء الخير اهلا وساءنا الحمد الله الحمد الله يا الله اداد محمد انا عندي جنة بالعراق نعم والذور ده طلعوا مرجع وهي من خوفة قد اخذ ورقة من المركز وراح في جبنان اخذت ولادة وراحة اللبنان باسر تريد تقسم عن نوعين تتقسمها هاي ولا حمد حطس مع الجوجر وما تحطي ما لا لا بنراحة علي بس عشان انا الصوت واطي شوية ومش قادر اسمعك انت عندك بنتك في العراق مش كده نعم متجوزة متجوزة وعندك يب وعنده ولا تكون ربنا يخليهم لا وبعدين زوجة رد طلح ومرجع خطين هي من خاصة وراحة جابت ورقة من المركز اخذت ولادة وراحة اللبنان اخذت ولادة وراحة اللبنان يعني صابة 3 ايام اللبنان نعم هل تقدر تقدمها الورقة مع الخطف لليوان لو ما تقدمها لا تقدمها طبعا نازم تقول كل حاجة بحقيقة عشان هما هيكشفوا وعملوا تحريات وعاوزين كل حاجة تبقى واضحة وصريحة من الحقيقة تقدمها نعم تقدمها واليوان مع امريكا من سد واليوان امريكا لا من سدش لسه ولكن انت والدتها مش كده انا والدت والدتها مهوني هم موجود والدت اوكي طب انتو معاكو جنسية ولا معاكو الجرين كارت لا لا بعد الناس نعم الجنسية طب يا مساهل يا رب طب حضرتك يا ريد تبعت لها صورة الجرين كارت بتاعك عشان خاطر لما تروح تعمل المقابلة او تعمل تقول لهم انا والدتي في امريكا يقوم يقدر يحاول ويخلوا الدولة الامريكية تقدر انها تقبل اوراق بتاعتها معلش اديها صورة الجرين كارت مش معاكي جرين كارت انا معاكو جرين كارت مع هم عندهم اسم ابعدت الكلام ده ليه خليها تاخدوا معاكو عشان فينا ازبيجوا امريكا شهرين وبيرجعوا على العراق ما بيعضوش وانت عارفة كده كويس فهم عاوزين يتأكدوا ان لها عشان يبقوا موديهاش المانيا موديهاش هولندا موديهاش دولة تانية بزبط بس ها بس كده بس بس كده شكرا جديلا تسلم الله يخليكو عليها ان شاء الله اميه تفضلوا ألو 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 أيوة ما زيك السيد محمد أهلا وسهلا الرحاب أيوة أهلا وسهلا والله عندي سؤال خطيب بنتي بالجيش اللبناني بعد ستين بيخلص وحييجي لهم خليني أسألك سؤال بس يا رحاب الأول أنت بتكلمي من كندا أنا مختص بقوانين الأمريكية أنت بتكلمين على قانون الأمريكي ولا قانون كندا الجهة نعم أمريكا أمريكا ما لها بقى أولي تفضلي هو بالجيش بيخلص بعد سنتين وحييجي يعني لهون نعم في مشكلة في جرين كارت أنا برضو إيه هو سؤال حضرتك يعني هو السؤال إنه خطيبها حتجيبه لهون أوكي إيه هو في مشكلة في فيه شي يعني هي جرين كارت مش من حق يجيب الخطيب لا لا هي جنسية الجنسية من حق تجيب الخطيب بس الخطيب شافته آخر مرة إمتى من جمعتين آه طيب لو من جمعتين يبقى خلال سنتين تجيبه مش مشكلة المهم تفيل المعاملة الخطوبة قبل ما السنتين يعد أوكي أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أمي تفضلوا أستاذ أحمد ألو أيها تفضل أستاذ أحمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا beautiful أهلا وسهلا وسهلا أهلا وسهلا وسهلا والله أستاذ أحمد ياريت تطفي التلفزيون وتكلمني من التلفون قولك معايا جبتك قاعد تفضل يا فعل معايا جبتك لها عشر سنوات الآن نعم معايا عشر سنوات الآن معايا جبتك وعاوزين تقدموها على الجنسية هي قعدت عشر سنين مش عارفة تتكلم انجليزي سيد أحمد هل عندها أي حالة مرضية معايا معايا جبتك معايا جبتك لها عندها حالة مرضية معايا جبتك معايا جبتك معايا جبتك عمرها كم سنة عمرها كم سنة مغافة تشوى تلفزيون عمرها كم 73 73 73 سنة من حقاها تقدم على الجنسية وتاخد الامتحان باللغة العربية معايا برضو بيسمعني من التلفزيون على فكرة برضو مفيش فايل برضو مفيش فايل لو معاها الجرين كارت بقالها اكتر من العشر سنين خلي بالك لازم تعدى العشر سنين وعمرها اكتر من الخمسة وستين ساعتها من حقها انها تقدم على ايه باللغة العربية بقال قدمنا على ايه بالمكتب العربية لا قدمت وبعدها قالوا انها لازم تكمل الخمسة وستين لا 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 لازم تكمل خمستاشر سنة عشان تاخده باللغة العربية لا دلوقتي لا 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 لازم تتعلم اللغة الانجليزية او تعمل لها تقرير طبي لو هي عمرها تقاتل بسبعين سنة انا واصق ان هي لو راحت لدكتور عمل لها رسم على المخ والاعصاب اكيد حيبى عندها مشكلة في الزاكرة وساعتها ممكن ان انت تاخد لها المتحانة الجنسية ان شاء الله ان شاء الله اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا العافو اهلا الشيء الثاني اتفضل نعم 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 كل انتباع لا هي بدان وصلنا صنعاء يبال ورق بتاعهم دلوقتي في القاهرة هل كلمت صفارة القاهرة لا ما كان انتباع حاجة لا اتصل بصفارة القاهرة حتلاقي الفايل بتاعها هناك بس مش هلما انتصرق يوم بتاعها من هنا دلوقتي انتباع انت بتبعت انت قلت وصلت صنعاء مش كده ايوة انت كان خاطب السفارة الامريكية في مصر بدم الفايل بتاعها كان في صنعاء يبقى اكيد الفايل بتاعها تحول لقاهرة دلوقتي اهلا واسلام هل يوجدون انتم عندكم حاجة؟ نعم اذا حولنا لك الملف لك انتم عندنا اي حاجة؟ ان شاء الله حولنا الملف وان شاء الله ربنا يسهلنا ان شاء الله اهلا واسلام بك اهلا واسلام بك معانا ندا اخر سلام عليكم فايل حمدك اهلا واسلام استاذ مارك اهلا واسلام نعم 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 حيوزوا يشوفوها في السفارة وعملت التكشف الطبي عملت الكشف الطبي بس وعدم محكمية وان شاء الله كل خير ان شاء الله مش محتاج انت مش هنا في اريزونا ولا انت فين انت بتكلمنا من اريزونا ولا انت من هناك تقدر تروح بس مش محتاج يعني مفيش ما يستدعي انك انت تروح معا اوكي فرح نعم اه اه هيدوها الفيزا بس هي عمل حسابك ان شاء الله لما تخش امريكا ما تنساش تدفع المية خمسة وستين دولار بتوع الجرين كارت دي جديدة بيدوها ستة وش وتخش امريكا بيدوها ستة وش وتخش امريكا لا مش في نفس الوقت هم يقول له خلاص انت اتقابلتي وحاتي الباسبور وحنبعتلك الباسبور بالفيزا على البيت ساعات خلي بالك بيتأخر ساعات بعد شهر شهرين وساعات بيطلع في نفس الوقت ما قدرش اقولك هتاخد قد ايه بتفرق من شخص لشخص اوكي اهلا وسهلا بكم شهر خلينا قبل ما ناخد نداء اخر نتكلم في النقطة اللي احنا اتكلمنا فيها النهاردة الا وهي نعمل الخطوبة لازم تكون من شخص امريكي جنسية لشخص خارج البلاد لازم يكون الشخص المقدم على البيت الخطوبة يكون امريكي تزيد ناس كثيرة جدا بتخطأ وبتعمل الموضوع ده للجرين كارت أرجوكم انتبهوا الخطوبة بس للشخص الأمريكي وكمان الخطوبة ما تعتبرش فيزة هجرة وبالتالي بيسموها بريفيلج ايه معنى كلمة بريفيلج يعني معناها ان هو امتياز ممكن تقدم على فيزة الخطوبة تتقبل وممكن تقدم على فيزة الخطوبة تترفض وبالتالي ارجوكم ان انتبهوا حارسين جدا وانتبهوا معاملات الخطوبة السؤال التاني اللي جالنا الاخت اللي كانت تتكلم برضو على بنتها والايو ام وتقدم ياريت ياريت نبطل نخبي اي حاجة ساعات بنخبي حاجات وقولك اه لو لي والله ما اقول شوها مش عارف نقول كل حاجة بصراحة وامانة لازم نبصراحين عشان خاطر لما بتيجي هنا كل حاجة قلتها دلوقتي الانترنت والكمبيوتر والفايلات بتتبعت من مصر الامريكا ومن اخر الدنيا لاخر الدنيا في ديقتين فبالتالي هو المحقق هنا ممكن يخش على المقابلة بتاعتك بتاعت السفارة وانت قاعد معاه ما فيش اي مشكلة فايلات بتتفتح بيشوف كل حاجة انت قلتها فبالتالي هي لو ما قدمتش ان هي مخطوفة اوجوزها لمعاخزة مخطوف جات امريكا وبعد كده طلع الراجل عايش ولا طلع ان هو موجود وعاوزة تجيبه مش هتعرف قالت ان هو يعني مخطوف او ما قاعدش ان هو مخطوف قاعدت انه ميت وبعد كده جي امريكا بطريقة معينة او راح يقدم فيزا فبتحصل مشاكل بنشوف يوميا يوميا مشاكل واختر مشكلة بشوفها برضو الناس اللي بيقولوا ان انا ابني مش متجوز ان انا ابني مش متجوز عشان خاطر يعرف يجيبه بالجرين كارت انا بشوف برضو اصر بتدمر كل يوم يجيلي المكتب شخص يقول لي انا جيت هنا جرين كارت وكنت متجوز بس ما قلتش ان انا متجوز وروحت السفارة قلت ان انا مش متجوز عشان يجي بنفرح قوي ان احنا نجيبه هنا بنفرح قوي ان احنا نحس ان احنا اتحكنا على الحكومة الامريكية وان احنا دخلنا ابني وهو متجوز ومحدش يعرف وبعدين هجيب مراته ازاي ولو هو مخلف هيعمل ايه بتبص تلاقي الولد بعد ميجي هنا بيركبه الهم ومراته هناك ابعدوا عن الحاجات دهيت وتلاشوها عشان ملهاش رجلين بيعرفوها وبتتعرف والشخص بيعرض للترحيل عندي ناس بيتسحب الجنسية بتاعتهم عشان كذب في الانترفيو في السفارة وكان دخوله امريكا غلط موضوع بينام 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 ولكن بيكتشفوه بعد فترة وبعد مدة وبيقدروا ان هما يسحبوا كل حاجة زي النهاردة برضو كان عندي شخص في المكتب برضو عمل مشكلة في الجواز يعني انت الجواز الغير قانوني او اللي هم بيسموه الجواز الفراد ماريج ده اخطر حاجة ممكن تلعب بيها لو دخلت في مشكلة الفراد ماريج انت معناها انك بتقفل باب الهجرة امامك تماما لو اتقفشت بتحرم تماما من اي نوع من انواع البنيفتس بالنسبة لوزارة الهجرة الامريكية حتى لو جوزت بعد كده وحتى لو خلفت عيال امريكان حتى لو انت عندي ناس كتيرة جدا بتخش في المشكلة دي وبعد كده يجوز بنت الحلال وبعد كده يخلف منها 3-4 عيال ويلاقي نفسه من غير ورق ولا عرف يسافر ولا عرف يروح ولا عرف يجي طبعا النصائح دي انا بقولها النهاردة عشان تقولوها لقريبكو وصحابكو وناسكو ان احنا نبعد وبالذات الموضوع ان ابنك يكون انت تكون جرين كارت وتقدم لابنك المتجوز وتقول هو مش متجوز حفرة بتوقع عيالك فيها في نداء ام سارة من ميشجن طبعا ما قدرش نسيبه ام سارة كل الوقت ده ام سارة نعم تفضل يا فندم محمد الشرنودي معك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا يا فندم اهلا السؤال بالنسبة للبارب اللي خلص اعدادي من برداد يعني شين الشروطة دي ريدي قدم غرض النراسة نعم الطرف الاعدادي عشان برضو المستمعين يفهموا العراق الاعدادي هي شهادة السنوية العامة نعم بكالوريا بكالوريا نعم فطبعا المطلوب للدراسة حاجات معينة اول حاجة شهادة البكالوريا ان هو اخذ الشهادة نعم وبعدين هنعوز المواد اللي درسها بالدرجات بتاعتها نعم وبعدين هنعوز صورة الجواز بتاعه نعم نعم وبعدين هنعوز شهادة من البنك خلي بالكوا غيروا الطلبات دلوقتي نعم ما نفعش ان احنا نطبع بيسموها البنك ستيتمنت لا لازم جواب ممضي ومختوم من البنك يقول ان فلان الفلاني او فلان الفلاني عنده مبلغ كذا اللي يساوي كذا الف دلار وموجودين في الحساب بتاعه من تاريخ كذا لتاريخ كذا ويتختم ويتمضي ما ينفعش بانك ستيتمنت وقفوا الكلام ده كله نعم عشان البنك ستيتمنت اللي هي اللي بيبعتوها كل شهر للبيوت دي بتلاعب فيها وبتغير الاسامي وبتعامل فهم عاوزين جواب مختوم كل الكلام ده يتبعت للجامعة اللي هو بيقدم فيها وان شاء الله يبعتوه حاجة اسمها الـ I-20 واللي بيها يخشها امريكا او يروح السفارة ان شاء الله نعم بصي يعني كل ما المبلغ زاد بيوري الشخص ان هو قادر انه يصرف ويتحمل مصاريف الدراسة بتاعته انا ما بقبلتش ان انا اعمل حد F1 الا لو كان عنده 30 الف فما فوق المبلغ نعم شكرا انت اهلا وسهلا شكرا انت شكرا انت قبل ما ناخد النداء الثاني خلينا برضو فيز الـ F1 فيزا ودي فيزا الدراسة من اسهل الفيز واخطر الفيز واصعب الفيز ليه فيز الـ F1 ستودينت فيزا ان انت مجرد بتجيب I-20 I-20 يعني قبول من الجامعة وبتقول لروح السفارة بيوت تقول للسفارة انا جامعة فنانة فنانية قبلاني وبالتالي انا عاوز اروح ادلس في امريكا اول مطقة لازم فيينت في السفارة تفهم كونسلر اللي بيقابلك في السفارة ايه غرضك من المروحك امريكا والله انا عاوز اروح ادلس امريكا ليه ليه عاوز اروح ادلس في امريكا لازم تبقى انت عارف انت رايح تدرس في امريكا شروط ال F1 student visa ان الشخص يكون ناوي ان هو يدرس في امريكا وحيرجع بلده تاني ده اهم شرط انك ما يكونش عندك النية الاقامة في امريكا انك رايح تدرس وراجع بلدك تاني رايح تكتسب خبرة وراجع تاني نقطة اخرى ودي في احالات نظم كتير جدا بيعملوا طلبات دراسة عشان تدرس اللغة في الاولنة الاخيرة في خلال 16 الفاتو 90% من الناس الجايين يدرسوا لغة اترافضوا ليه عشان احنا عارفين دلوقتي ان بلدنا فيها يعني معاهد وجامعات وكل حاجة لك تدرس اللغة هناك فانت لو ما تقبلتش في نظام يكون يعني فعلا مستانك تيجي تدرس الشهادة دي في امريكا 90% بيترفض انا عارف ان فيه ناس كتير وبياخدوا ببالغ ضخمة جدا عشان يجيبوا افوان ستودت فيزا وكلها بتقابل بالرفض عشان الشخص جاي يدرس انجليزي يدرس انجليزي بس لازم يكون الانجليزي جزء لا يتجزأ من بروجرام او من مستر يعني ماجستير او من نوع من انواع الباكالوريا ولكن انجليزي الوحد ومن غير هدف تاني لا خليك تدرسه عندك في بلدك انت جاي تدرسه عندنا ليه 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 يعكبك الطيارة 15 ساعة وتروح تتغرب بينك عشان خاطر تدرس لغة ما تدرسها هنا اللغة ما تدرس في اي حتة فبالتالي لازم يكون يقيمة لغة مع ماجستير لغة مع باكالوريا او الاكاديمي اللي هو البروجرام الاكاديمي على طول انك تيجي على دراسة باكالوريوس على طول اتقابلنا في الصفارة اخذنا فيست الدراسة دخلنا امريكا يقولك خلاص انا مش مشكلة دخلت امريكا غلط جدا ان انت الفيزز ازاي من قلت فيست الدراسة من الفيز الصعبة المطلوبة ان هي تحافظ عليها لازم تدرس اقل حاجة لو انت يعني بتعمل باكالوريوس اتناشر ساعة دراسة في الاسبوع فبالتالي او في السمستر الواحد وبالتالي لازم تدفع مبلغ كبير ولازم تبقى الطالب منتظم فول تايم ستودنت في الجامعة لو ما بقيتش فول تايم ستودنت يبا انت بتخالف فيست الدراسة بتاعتك وبالتالي ممكن يجو ياخدوك يجو الجامعة اول حاجة هتلغي الاستمارة بتاعتك وبالتالي ممكن تعرض لترحيل فورا من امريكا الفيست الدراسة انت داتي ما بتوحت اخدها بتدفع 200 دولار حاجة اسمها فرود فيزا ان انت لو كنت بتنسب عشان تاخد الفيزا دي في هاي اسمها السيفس عندهم رقمك عندهم عنوانك لو انت ما روحتش ساعد يروحوا لك على البيت يلون بخبطوا عليك يقولك انت جاي تعمل ايه انت بتدلس ما روحتش فالموضوع مش سهل كفيزا الدراسة الحلو في فيزا الدراسة ومش حلو في نفس الوقت هو حلو ان انت من بعد سنة دراسية لو عندك صعوبة او هاردشيب ممكن انك انت تقدم على تصريح عمل وممكن انك تشتغل اثناء السمستر 20 ساعة وبعد الدراسة في الصيف او في الاجهزات تشتغل 40 ساعة حلوة جدا انك انت تقدر تشتغل ولكن الاحلى منها انك بعد ما تخلص نول 4 سنين بعد ما تخلص الماجستير بتاعك بيدو لك سنة اسمها OPT او Optional Training او تدريب كمان بعد ما تخلص دراستك يدي لك سنة لعاوس تتدرب في شركة في جامعة في اي حتة انك تتدرب وتشتغل عشان لما ترجع تاخد الخبرة يبقى خط العلم والخبرة كتير جدا من الناس بياخدوا الفيزا دي وبينصبوا بيها انهم يخشوا على الحكومة الامريكية وانهم يخشوا امريكا بطريقة ملتوية يقولك بس اخشوا وبعد كده اعمل لجوء طبعا كلام ده بيبان ولو افترض ان انت كذبت على الكانسلر وكذبت على الرجل اللو انت داخل الباب الافصر او الاسم او وانت داخل لما بتروح تقدم لجوء هو ببعارف انك كذبت مرتين قبل ما تروح له فبالتالي بيبص لك بصة تانية وبيحور وبيكلم وبيبقى مفترض فيك الكذب يعني اول ما بتخش عليه كده هو عارف انت جيت ازاي انت جيت اف وان ستودن فيزا جيت دراسة ووحت الصفارة وقفت وقفت وقلت لهم انا رايح ادرس عشان وعشان وعشان وهو قدام كل الكلام دا وبعد كده داخل عالباب سألوك وطلب جاي ادرس ادرس كذب كذب وبعدين دا تسي رايح تلوما انا عاوز اقدم لجوه بعد شهر او شهرين من دخولك امريكا بيبص كل الكلام دا قبل ما تخش له فهو بيبقى مفترض فيك الكذب وبالتالي معاملة بتاعتك بتعمل معاملة تانية اسئلة كل كلمة بتقولها بيفترض فيها الكذب وعشان كده ارجوكم نحترم الكلام اللي احنا منقوله في الصفارة وانحنا داخلين ومنحاولش نخلفه ومنحاولش ناخد فيست الدراسة دي كاسلوب لدخول امريكا وبعد كده نعمل اللي احنا عاوزينه عشان بيفترض فيك الكذب انا بشكر طبعا الهواء الناس اللي بيكلموني بعد كده على الفيسبوك او على البيج بتاعتنا ميجريشن لو سنتر انا برد على الاسئلة السهلة مقدرش اقعد اكتب اشرح لك قولي كيفية الهجرة الى امريكا مش هقدر ارد على السؤال ده انا لازم اكتب لك كتاب او ابعت لك كتاب بص على الفيديوهات اللي انا عاملة وابتبع على البيج بتاعتي حاول تفهم منها واسألني سؤال واحد عشان انا بيبقاش عندي وقت على التليفون انا وانا في المحكمة او حاجة ممكن ارد على سؤال او سؤالين ولكن ما قدرش ارد اشرح لك قصة او تحكي لي انت قصة كبيرة وتقول لي ايه طرق اللي انا اقدر اعالج بيها المشكلة دي واشرح لي طبعا اللي عاوز حاجة زي كده بيكلم المكتب تليفونات المكتب 966 المكتب ده الرقم ده عليه اربع خطوط تليفونات بتتصل بيهم ما اردش ما بديكش الاستشارة شخصية الا بعد دفع دفع الاستشارة عشان كده فرصة ان انا في التليفزيون تتكلموا عشان ارد على سيدك وببلاش مجانا ولكن لو اتصلتوا بالمكتب هنا حيكون فيه استشارة بتطفع للمكتب او ممكن تبعتوا سؤال واضح وصريح على البيج بتاعتي اميجريشن لو سنتر بي سي ساعتها بس ممكن ارد على السؤال لو انا عندي وقت ممكن ارد عليكم على طول انا بشكركم وبشكر جدا جميع الاصدقاء لنا على الفيسبوك واللي هما بيتابعونا من برنامج لبرنامج ومن حلقة لحلقة بشكركم وشجعكم انتم تعملوا شارع عشان خاطر غيركم يستفيد بشكركم وتصبحوا على خير اشتركوا في القناة